السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين أسمى فود النهاردة إن شاء الله حنعمل مع بعض شاكن توكابي أو ما يسمى بالحمام الكذاب وإن شاء الله من هنا ورايح إن كنا من أهل الدنيا ادعوي لي ربنا سبحانه وتعالى يقويني وحنزل لكم إن شاء الله كل يوم واصفة شكل تعالوا بينا نسمى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عمالنا زي قدام حضرتك في الحلة حطيت معلقتين كبر من الزبدة ومعلقتين من الزيت ونزلت عليهم ببصلاية مبشورة بشر ناعم زي ما حضرتك شايفة كده حديها تشوحتين على النار لحد لما البصل يدبل معانا وعلى طول حنزل بالكبد والقوانس الكبد والقوانس حبيبة قلبي بتاعة الفراخ بنزل عليهم بنص كوباية من المياه وبسيبها تستوي سوى كامل لحد لما تشرب ميتها وبعد كده إن شاء الله حنزل بيها على البصل تقلبتين يمين شمال زي ما حضرتك شايفة كده حب تحطي بقى هنا مكعب مرق الدجاج حطي مش حب ما تحطيش لو حضرتك هتحطي مكعب مرق الدجاج مش هنحط ملح ولا هنحط فلفل تمام ولو حضرتك مش هتحطي هتنزلي بنص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل تمام كده حجي بقى الكلام ده كله كده تقلبتين وأول ما يختم يعني إيه يختم يعني يشرب ميته هتطفي على طول النار عليه من غير ما يستوي يا قلبي تمام كده هتقولي لي ليه هقولك عشان هيكمل سواه في قلب الأوريك ركزي كده معايا وخدي بالك من اللي جاي غطي يلا على الرز لحد لما يشرب ميته وبعد كده هنطف عليه ونسيبه يبرد سيبي لما يبرد خالص خالص وبعد كده اشتغلي براحتك تمام كده تعالي بقى يلا نجيب الوراك اللي أنا خلتها في البيت أنا بحب أخلي الوراك في البيت أنضف وأحسن اللي يخليني أروح للفرارجي وأخذ دور وأفطبور أكون خلتها بصي كده الرز في العقدة إزاي ولسه ما استويش تعالي بقى نشوف الوراك وجمالها ده شكل الوراك بعد ما خلتها اتعلموا حبيبي الخلي في البيت أنضف بكتير وأوفر بكتير تمام كده هاتش بقى يلا البهارات بتاعتنا اللي حنتابل بيها الوراك اللي هي عبارة عن فلفل أصمر بصل بودرة جنزبيل حبة من الحبهان أو حب الهيل ورشة ملحة صغيرة جدا بقلب كل المكونات دي مع بعضها وببتدي كده أغلف الوراك من جوة ومن برا مش هسيبها ولا أي حاجة يا دوبك كده هتبّلها وحشتغل على طول مش عايز أقول لحضرتك التدبيلة دي بتخلي الوراك في حتة تانية خالص أنا ما بحبش أحط في التشيكن توكابي أو الحمام الكذاب أي تدبيلة سيلة تمام كده جربي بس كده وقولي لي رأيك إيه مش هتندامي أبدا أبدا بعد ما تبّلتها بالشكل ده حقلبها يلا على الجنب التاني وعلى طول حنحط الحشوة حبتدي كده الأول أحط فيه الدبوس من جوة كبسي بقى كده الدبوس حطي فيه على قد ما ياخد معاكي يعني حطي فيه أكبر كمية وما تخافيش مش هيفرقع ولا هيفك ولا أي حاجة احفظ الوصفة دي عندك لرمضان بتشرف العزومات وقبة كاملة متكملة طحفة 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 أنا عن نفسي بعشقها بعد ما خلصنا الدبوس حبتدي بقى أكمل الورك بالشكل اللي حضرتك شايفاه هنا بقى يا قلبي ركزي معايا حاولي بقدر المستطاع ما تقطريش هنا عشان ما يفكش منك تمام يا قلبي وزي ما حضرتك شايفة كده أنا حطة الورك على ستريتش راب لازم يا قلبي ستريتش راب بقفل بقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه وأظن حضرتكم شايفين إن الفيديو شرح نفسه قفلي بقى بالشكل ده الأول كده بالستريتش راب حتي كده يلا مشدي كده بالروحة وغلفي بقى بالشكل ده أهم حاجة توبرومي كويس جدا أنا إن شاء الله النهاردة هشتغل مع حضرتكم في أكياس حراري نضيفة موفرة ورخيصة جدا مش غالية أبدا أبدا ونتيجتها مضمونة وكمان بتسوي الأكل بسرعة لو وصلتم معي لحد هنا أتمنى من حضرتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم مني كل جديد بعد ما خلصت بقطع الـ اللي استريتش راب وبعمله كده زي البومبونية من الجناب ولازم حبيبة قلبي الحركة دي الحركة دي هي اللي حتخليه ماسك متماسك وميفكش مننا بعد ما خلصت تلات أوراك بالشكل اللي حضرتك شايفاه حطتهم في الكيس الحراري زي ما قلت لحضرتك سابق بعد كده بحط الكيس في قارب زي ما حضرتك شايفة كده في نفس الوقت ولعت الفرن درجة حرارة مرتفعة بشغل الشوية مع الفرن وبحط القارب على الصاجة اللي تحت لحد لما يستوي ويشرب ميته وحضرتك كده بيتسويه بصي كده عليه هتلاقي الأوراك نزلت مية منها فيها أول ما هيستوي هتلاقيه قردي شرب المية دي كلها وكمان هياخد ناح حضرتك لون بسيط طب نركز هنا الأول هنزل دلوقتي بمية مغلية حوالي تلت القارب من تحت أهم حاجة ما تخليش المية توصل لحد الحمامي الكدب من فوق هجيب بقى دلوقتي حرف السكينة أو خلة أسنان وحبتدي كده أعمل فتحات بسيطة جدا بالشكل اللي حضرتك شايفاه يعني يا قلبي ما توسعيش الفتحة ويلا على طول على الفرن نوديه وزي ما قلت لحضرتك مجرد ما هياخد لون بقى أول ما هيستوي حابة تخليه زي ما هو يكمل سوايا مفيش مشكلة حابة يطاعي الكيس وترفعي القارب على الشبكة اللي فوق مفيش أي مشاكل بس أهم حاجة الكيس ما يكونش قريب من الشواية عشان ما يتحرقش مننا ويفرقع تمام كده بسيبه بس يهدي كده شوية عشان أقدر أفتحه وتعامل معي وخدي بالك أول ما بنيجي نفتحه بيكون في بخار متصاعد صعب جدا خد جبالك من حاجة زي كده عشان ملسعش يديك يا حبيبة قلبي عفوانا الله وإياكم بصي بقى كده الكلام بصي الحلاوة مش عايزة أقول لحضرتك حلوة قوي قوي تكلفل هنا يا رب شايفين اللون ولا أروع من كده والله الطعم بقى حكاية تعالي بقى كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونقطع كده حتة ونشوف الدنيا ماشى معا ازاي بص الحلاوة شايفين جمال إيه رأيكم بقى طبعا أكيد حضرتك هتقولي الرز اللي على جنب ده جابه منين أنا يا قلبي كترت الرز شوية عشان الرز الموجود في الحمام الكداب ما بيكفناش وبالتالي سوتت حبة الرز كمان طب سوتهم ازاي طبعا أخدت الكمية المطلوبة للحمام الكداب قدام حضرتكو وبقيت الرز ضفت عليه حبة مية صغيرين ورجعته تاني على النار اللي هم أجرنا من النار وهديت عليه النار زي الشمعة كده بالظبط وسبته الحد لما تلدن واستوى كويس جدا وقدمته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه يا رب الفيديو يكون عجب حضرتكو وينول إعجابكم ربني يحسن ما بين أيديكم يا رب شكرا ليكم مع ألف سلامة موسيقى 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 موسيقى